الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أبزع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك أوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازي قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا 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 يا أبانا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال ألا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أبلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن ثم أذن موذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالوا أنتم شرز مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يازن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أبانك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون